بسحر ساحر ومن دون أي مقدمات حلت الأزمة في معمل الزهراني بعدما وصل إنتاج الكهرباء في كل لبنان إلى مستويات غير مسبوقة لم يعرفها اللبنانيون حتى في أحلك الحروب التي عصفت بالوطن الصغير الحل كرس الواقع السياسي وأثبت من دون شك أن التجاذبات السياسية كانت سيدة الموقف في كل ما جرى ويجري في هذا القطاع مصادر الامتيفي أكدت أن اتصالات ماراتونية استمرت طيلة ليل السبت الأحد بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري أفضت إلى صياغة حل يقضي بتعاهد الرئيس ميقاتي إرسال محول كهربائي في أسرع وقت ممكن إلى معمل الزهراني في مقابل تعاهد الرئيس بري بفك الإضراب العمالي الحزبي للمعمل وإعادة إنتاج الكهرباء وقد أبلغ بري هذا الحل إلى بلديات ساحل الزهراني والفعاليات الاقتصادية للمنطقة في اجتماع صباحي طارئ عقد في لمصيلح وبالفعل أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بعد ساعات أن العمل في معمل الزهراني عاد بشكل طبيعي المواطنون احتاروا بين الترحيب بعودة الكهرباء والتسليم بغياب الدولة هم يعني عمينها كانوا مزرع يعني حلوها عشائريا وكذا مثل ما بيقولوا اعطينيها ومبعطيكها ومننا منتظرين منهم شيء إلا أسوأ منها حلوها ما فيني قالك ألا بتطلع كلمة كبيرة إذا قالنا الله يحلهم نحليت نحلينا نحن الشعب نحل هذه أصاص للمئات عقابلة للعمل والمحكمة الإخراج الودي للأزمة المكهربة انتقضه النائب غازي يوسف بقصوى معتبرا أن الطابع الشخصي للحل كرس وجود مربعات كهربائية في لبنان عم نحكي عن مربعات أمني سنعنى مربعات كهربائية أنه هذه المنطقة منطقة الزهراني خاضعة لقوة على الأرض مسلحة وقوة حزبية اللي هي أررت أنه هي ما عم تاخد حقه من الكهرباء المنتجي في الزهراني فأررت قطع عن باقي لبنان ولكن هذا الحل ما كان ليكون موجود لو كان فيه مؤسسات فعلا بالدولة تراعي أمور المواطن هناك سلاح موجود وقوة على الأرض عم تعمل مربعات أمني عم تعمل مربعات اقتصادية لهم مربعات كهربائية يعني مثل ما نرى بالكهرباء وكرب تصير بالماء إذن الكهرباء في طريقها إلى المنازل من جديد على علاتها القديمة ليبقى المواطن حائرا بين التسليم بالأمر الواقع أو الحلم بمستقبل أفضل أقله كهربائيا